تواصل ميليشيات مجرم الحرب حفتر الإرهابية جرائمها المتكررة والمعتادة في العاصمة طرابلس ومدن أخرى غربي البلاد فقد أصبحت هذه الجرائم سيمة من سيم ميليشيات مجرم الحرب حفتر فلم تدخل هذه الميليشيات مدينة إلا وارتكبت فيها أبشع الجرائم التي لا تمثل الإنسانية بصلة فقد اتكبت هذه الميليشيات جرائم حرب كانت تشاهد من قبل الشارع الليبي والعالم أجمع مشاهدة العيان من قتل وتنكيل وحرق للجثث وإخفاء قصري ناهيك عن القصف العشوائي للأحياء والمناطق السكنية كلها واضحة جلية ولا تخفى على أحد وكسالفتها من المدن لم تسلم العاصمة طرابلس هي الأخرى من تلك الجرائم فمنذ محاولة هذه الميليشيات الدخول إليها ارتكبت عدة جرائم كان أبرزها قصف منطقة ذات كثافة سكنية بحي الانتصار بمنطقة أبو سليم خلفت أكثر من عشرة قتلى وعشرات الجرحة جميعهم من المدنيين لم تسلم المدارس والمساجد وأيضا مراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين من القصف المباشر وكما استهدفت ميليشيات حفتر المستشفيات الميدانية وسيارات الإسعاف فقتلت عدد من الطباء وتسببت بجرح آخرين جراء هذا القصف في خرق صارخ للقوانين الدولية والإنسانية وأما التمثيل بالجثث فحدث ولا حرج فبعد أسر جنود من الجيش الليبي تم العثور على جثثهم عليها آثار تعذيب ومؤخرا تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي صورا لميليشيات حفتر تقف فوق جثث متفحمة كل هذا وما زال المجتمع الدولي والبعثة الأممية في صمت مطبق ويغضون الطرف عن هذه الانتهاكات التي ترتكب على مرمى حجر من مكان إقامتها الآمن بالعاصمة طرابلس ترجمة نانسي قنقر